السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبهاته في الله أتمنى أن تكونوا في تنام الصحة وعافية أهلا بكم في قناة موني تونجي اليوم سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا ألا وهو من يتجسس عليك في الفويسبوك أو من يرقب فيسبوك الخاص بك كنوا مع لكم وأن تشاهدوا هذا الفيديو إلى آخر ثم لا تدعمكم في شراك في القناة وتبعي الجرس لكي يساكم إن شاء الله ببنى الجديد وآن تمنى أن تشعر إلى آخره كل ما عليكم أن تقوم بالداب إلى الفيسبوك أو التطبيق الفيسبوك نقوم بالضط عليه بعدين نقوم بالداب إلى الايقونة الخاصة بكم نقوم بالضط عليه ثم الداب إلى ثلاثة نقط في هذا المكان نقوم بالضط عليه بعدين نقوم بالداب إلى الخيار السايد هو الأرشيف نقوم بالضط عليه ثم ندهب إلى الخيار أرشيف القصص في هذا المكان سنقوم بالضط عليه وهنا تضمعكم مجموعة من القصص على السبيل سأنا ليس يديها هناك قصص وأنتم ستضمعكم مجموعة من القصص في هذا المكان الآن كل ما عليكم أن تقوم بالدهب إلى التسأل عددات في هذا المكان سنقوم بالضط عليه ثم نقوم بالدهب إلى عرض كل العددات القصص في هذا المكان سنقوم بالضط عليه بعدين سنقوم بالدهاب إلى الخيار الأول هو خصوصي القصص سوف نقوم بالضط عليها ثم الدهاب إلى مخصص في الخيار الرابع سنقوم بالضط على هذا الخيار وهنا تدر معنا هذه الصفحة وهي مجموعة من المتابعين والمعجبين في الفيسبوك الخاص بكم يعني هؤلاء هم المعجبين والمتابعين في الفيسبوك الخاص بكم الآن لمعرفة من يتجسس علي في الفيسبوك كل ما عليكم أن تقوم بالتمرير من اليمين إلى اليسار ثم سوف تشاهدون المفاجأة وأن هناك مجموعة من الأشخاص الذين نظرون في الفيسبوك الخاص بكم وهؤلاء فقط هم من يتجسسون عليكم في الفيسبوك الخاص بكم طريقة سهلة جدا لمعرفة من يتجسس عليكم في الفيسبوك الخاص بكم وهنا مجموعة من أشخاص الذين ينزلون الفيسبوك الخاص بكم وهؤلاء كل أشخاص الذين ينزلون الفيسبوك الخاص بكم أي يعني يتجسسون عليكم في الفيسبوك أتمنى أن تكون الفكرة واضحة وأتمنى كل من شاهد الفيديو أن لا يبقى لنا بالزر والإعجاب والشراك في القناة لكي يرسكم إن شاء الله كل جديد وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته